بسم الله الرحمن الرحيم بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قول الله سبحانه وتعالى رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بداية يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء وهذه الأيام وهذا العرش الديمقراطي أخواني الأعزاء إن هذه الانتخابات مهمة ومصيرية كونها جاءت بعد تغيير في النهج وبعد الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح والذي يلقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبعد الترحيب سأتطرق للحديث عن بعض الغضايا التي تلامس الشارع الكويتي وسأذكر جزء منها على سبيل المثال برنامج الحكومة يجب على الحكومة القادمة فور تشكيلها أن تأتي ببرنامج عمل يتناسب مع متطلبات الشعب الكويتي في المرحلة القادمة ولابد أن يكون لهذا البرنامج مدة زمنية تبتدي بتاريخ كذا وتنتهي بتاريخ كذا وإن قامت الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج وجب علينا أن نقول لا ينوفقنا الله شكرا لكم وإن لم تقوم بتنفيذ هذا البرنامج وجب علينا أن نصح لها وإن لم تنفذ وجب علينا محاسبة رئيسها وأما بشأن قضية التعليم وهي قضية حساسة من منكم اليوم لا يعرف مستوى التعليم كيف تدنى في هذا البلاد اليوم ما فينا مواطن كويتي ما عنده ابناء يدرسون في المدارس ما يجيب لهم دور مدارسين خصوصي وهذا يندل يدل على أنه عندنا مشكلة في التعليم لا بد أن نشوف شين المشكلة هذه هل هي في المعلمين أو المعلمات أو مشكلة في الوزارة نفسها ليش الطالب اليوم يذهب من مرحلة إلى مرحلة لا يعرف القراءة والكتابة في السابق كان الطالب عندما يروح المدرسة يدرس ويتعلم ويرجع لأهله بعد سنة سنتين ثلاث أربع يجيب القراءة والكتابة اليوم للأسف الطالب يروح المدرسة ويرجع لأهله يقول الله ما فهمت شيء من المدرس الخلال وين الخلال وين لازم يعرف كوزار التربية ووزار التعليم لازم يعرفه الخلال وين إن كان في المعلم يحاسب ويجوبهم غيره اليوم كثير عندنا المدرسين مقيمين من الخارج هل تمت محاسبتهم يجييني بصف في الصفين تقريبا ما يعادل 25 طالب ثلثان الطلاب راسبين وين السبب وين الخلل أكيد الخلل في المعلم وليس الطالب لأن الطالب لما نجيب له مدرس عندنا في البيت يفهم ليس غبي ولكن الخلل في التعليم في المدرسة هناك لا بدنا نشوف الحل المشكلة هذه وأما بخصوص مدينة الصباح الأحمد هذه المدينة أنا سميها المدينة المنكوبة فعلا وزعتها الدولة على المواطنين وقاموا ببناء بيوتهم واسكنوها الله يبارك لهم فيها وفوجئوا بعد السكن بمشكلات عندهم أربع مشكلات عندهم المشكلة الأولى عدم بناء الجامعة اللي كانت الحكومة موعدتهم فيها والمشكلة الثانية عدم وجود مستشفى علماً بأن المخططات موجودة والمعاهد التطبيقية وأيضاً لا يوجد نادي رياضي أو نوادي رياضية وهذه مشكلة كانت موعدتهم فيها الحكومة وما قامت بتنفيذها للأسف نرجو من رئيس الحكومة القادم أنه ينتبه له ويحطه بعيد الاعتبار وأما بخصوص المشكلة السكانية أو الإسكانية المشكلة اليوم أكثر من مئة ألف شخص لا يملك بيت لديه زوجه وأبناء أما ساكن بإيجار أو ساكن مع أبوه والإيجار أنتم اليوم تعرفون كم تغريباً قيمة الإيجار يعني الواحد يقسكن سكن ملائم ومحترم يحتاجه مبلغ ما يغل عن 500 دينار وهذه كلفة مالية عرب الأسرة تخليه ما يستطيع أن يعيش عيشة كريمة ويجيب لمدرسين العيالة والذي يدرس عيالة مدرس خاصة وإلى آخره نرجو أن تحل هذه المشكلة بتوفير أراضي سكنية وحل المشكلة أيضاً من قبل التجار التجار اليوم متسلطنين على مجموعة من الأراضي ويبيعونها بأعداد بسيطة حتى ترتفع قيمة هذه الأراضي لو الحكومة وفرت أراضي ما وصلت الأسعار اليوم هنا يحدى من أراضي جنبنا قيمتها 600 ألف مراضي بيع منين يجيب المواطن المواطن اللي بيشتري الأرض منين يجيب باع بيته في منطقة بعيدة يبقرب مثلاً على سبيل مثال ما أعمله بعض الزملاء والأخوان يقدر يشتري أرض هنا في العقيلة ولا في فطيرة ما في أرض اليوم تم باع بغلب 400 و 500 ألف وكم بنيان يكلف عليه فلابد من الحكومة ينتحل هذه المشكلة والحلول سهلة ضريبة على كل شخص يتملك أكثر من عقار وضريبة على التجار أيضاً اللي يتملكون فيه وتحكمونه في هذه الأسعار وأما بشأن قضية الصحة الصحة مشكلتنا معاها مشكلة طويلة خسرت فلوس ومليارات للأسف للأسف بسبب العلاج في الخارج للأسف الحكومة بالأخص وزارة الصحة ما تبي تحل المشكلة ما تبي تحل المشكلة نهاية لو كان عندها حل هذه المشكلة كان حلتها المبالغ اللي صرفت على المرضى في الخارج والله كانوا يقدرون فيها أفضل مستشفى في الدولة أفضل مستشفى في الدولة ويجبون أفضل الاستشاريين من الخارج ويحطون تحتهم طاقم طبي من أبناء الكويت من ديكاتر ممرضين تجدهم بعد خمس سنوات سبع سنوات ما نحتاج استشاريين من بره أبناء البلد هم المخدرات للأسف للأسف المخدرات انتشرت في الكويت بشكل مخيف وللأسف ليست على الشباب فقط بل أيضا على البنات الصغار نسمع أن حتى في المدارس تنبع على البنات الطالبات وهذا أمر خطير أمر خطير ونرجو من وزارة الداخلية والجهات المختصة والمعنية الانتباه ومنع هذه المخدرات أن تدخل بالبلاد الحل سهل سكر حدودك وموانيك الجوية والبحرية وتنحل المشكلة كيف تدخل كيف تدخل تدخل المخدرات في تهاون وعدم محاسبة المقصرين حاسبوهم لدينا قضاء يمسكهم وحاسبوهم متاجر اليوم لا يحاسب يحاسب المسكين المدمن ولا يوزع لكم قطع صغيرة بسيطة اذا مسكت يجيب التاجر اللي يجيبها من برة اللي يعطيهم يخليهم وزعون التاجر الكبير نبي يمسكونه ما عمرنا مسمعنا اممسك تاجر كل ما مسك تاجر براءة واسباب البراءة قال لك والله بطلان الضبط التفتيش الغانون هذا لازم يغير لازم يغير كل تاجر مخالات يتم ضبطه في قانون نص مادة في الغانون يقول براءة بسبب بطلان الضبط والتفتيش هذه المادة لابد ان تلغى حتى يحاسب كل تاتي المخدرات وما يفلط من العقوبة وأما بخصوص قانون المسيء اللي اشغلنا واشغل الشارع الكويتي كله اليوم اليوم منه فينا ما تكلم في دوانية ولا في دوام ولا في وين ما كان عن قانون المسيء قانون المسيء ما يحتاج واضح هذا قدامكم يا أخوان قانون الانتخاب لأعضاء مجلس الأمة هذا قانون وانا جايبه من رأسي كاتم لأ ولا قانون موجود واللي بيطلع عليه ما عندي مشكلة وقدامكم شين يقول قانون يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناعية أو في جريمة مقلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرده الاعتبار هذا الكلام طبيعي عارفين نحن شوفوا النقطة المهمة كما يحرب من الانتخاب كل من أدينه بحكم النهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أول ذات الأميرية عفون وين المشكلة 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 أن القانون طبق بأثر رجعي لو ما طبق القانون بأثر رجعي ما عندنه مشكلة خلهم يشاركون وين المشكلة مهم عيالي البلد مو عندنهم وطنية مو ناس صالحين وين المشكلة خل الشعب الكويتي إن كان يشوف فيهم خير ينجيحهم وإن كان يشوف ما فيهم خير يقولون رأس تريحوا البديل موجود ما عندنه مشكلة وأما بخصوص قضية التركيبة السكانية حصلت عندنا مشكلة أيام كورونا من فترة بسيطة كلكم شفتوها عندما صارت تظاهرات من بعض الجالية والجالية اللي انتم عارفين ما يحتاجتك رسمها احتراما للجمهورية العربية المصرية وهي الجنسية المصرية بالتحديد تظاهروا في المدارس وفي المناطق وفي الفروانية وفي الخيطان وفي المهبولة وإلى آخره ومما أرعب وأزعج المنظومة الأمنية المفترض من الحكومة أنها ترى بعين الاعتبار لجميع الجنسيات تحدد كل جنسية لها نسبة ما يجوز جنسية معينة يجبون لي منها ثمانمائة ألف أي ما يعادل ثلثين الشعب الكويتي ثلثين الشعب الكويتي تقريبا كم؟ مليون وربعمائة ألف؟ مليون وربعمائة ألف؟ اليوم الجنسية المصرية عندها في الدولة نحترمها ونقدرها ولها مكانة عندنا وما نقول ما نستغني عنهم لا والله ما نستغني عنهم أخواننا وأهلنا لكن لابد أن يكون هناك نسبة وتناسب لجميع الدول ما احترامنا تقديرنا لجميع الدول وأما فيما يخص قضية الوضع الاقتصادي في البلاد ما يخفى عليكم يا أخوان الكويت تمتلك صناديق سيادية ستمية وثلاثة وتسعين مليار دولار وإلى الأسف الحكومات السابقة مو عارفة مو عارفة شلون تستفيد من هذه الأموال أموال عندنا في الداخل والخارج مو قادرين يشتغلون الأخوان عندهم مليارات ونايمين بس يفكرون بس يفكرون كيف يصرقون ما شفنا والله ما شفنا شوارعنا لليوم هذا فوق خمسة سبع سنوات مكسرة من المسؤول وين راح تفلوس الـ 200 وين راح تفلوس الكويت الموضوع ما هو موضوع مجاملات الموضوع موضوع يعني يعني انبقوا يحلون يحلون اعتماد الدولة فقط اليوم فقط على البترول فقط اعتماد الدولة على البترول ليش ما يسوونه مصانع ليش ما يسوونه مصانع يخلون عندنا إرادات للدولة حتى لو نزل قيمة برميل النفط ما نحتاجها عندنا إرادات أخرى نقدر نصرف طلع عندي اللي علينا في يوم الأيام وزير أحد الوزراء وبالتحديد كان وزير مالية قال لنا شارح داعش ترمك الدولة ما تقدر تصرف لكم رواتر هل هذا يعطي يا أخوان دولة غنية من الكويت يطلع فيها وزير مالية ويقول ترى يا أخوان ترى شارح داعش ما نقدر نعطيكم رواتر ليش أنا ما أخذ راتب من بيت أبوك هذا يوم مال الشعب مال الفضل علي الله ولا غيره قول لنا إذا كنت صادر قولنا مال الدولة وين صرفت ومن المسؤول عن صرف يوم باقوها ولو فكرنا بيثمعان إذا ما يعرفون يشتغلون يطلعوا الدول المجاورة ما يقول لكم طلعوا أوروبا لا الدولة شوفوا السعودية كيف نهضت شوفوا قطر كيف نهضت شوفوا الإمارات كيف نهضت تعلموا منه ويقول رئيس الحكومة القادم تعلم من الدول المجاورة يا ليتك تعمل ربع ما يعملون وأما قضية التنظام الانتخابي اليوم ما يخفى عليكم الدائرة هذه أنا أحد مرشحينها وشفت فيها من الظلم اللي وقع علينا ناخبينها ما يعادل أكثر من 250 ألف أي ما يعادل دائرتين ونص في الكويت هل هذه عدالة؟ أين العدالة والمساواة في هذا الموضوع؟ لا بد أن يكون هناك تقسيمة مرضية للجميع ما يجوز دائرة 250 ألف ودائرتين ما يجوز حتى ثلثين قيمة لها أو الرقم الليها وما بخصوص موضوع ملف في الجنسية وبس سلطة وغضاء عليه في يوم من الأيام خرج مسؤول في وزارة الداخلية وقال أحنا بكيفنا نسحب الجنسية من فلان وفلان ما نبني نسحب الجنسية منه لا هذا ما يمشي فالجنسية هي انتماء لكل مواطن لبلده ولا يحفل الحكومة أن تنتزع المواطنة من أي مواطن حصل على هذه الجنسية حصل عليها بمرسوم أميري وهذا حق مكتسب له ما لحق إذا ارتكب جريمة في قضاء عندنا وفي نيابة حيلة للنيابة اتحكمه باللي تبي سنة سنتين اعدام ما يعنينا الأمر ولكن تسحبها والأضر من ذلك يسحبونها منه بالتبعية مثل ما حصل مع أخواننا عبدالله البرغش والشيخ نبي الفضل وأحمد الجبر وساعد العجمي الكلام هذا ظلم لا يقبل وأما بخصوص محاربة الفاسدين شفتوا في السنوات الماضية مسؤولين كثيرين لعبوا وفاز وعبتوا في البلد بأشياء لا تصدق ملايين 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 سرغت من البلد ولما يصيدون هذا المسؤول وهو يسرق شي اللي يسوونه والله بنطمطمها ماري بالفضايح والله يحيلوا للتقاعد لا ما نحلق التقاعد لو كان عندنا رئيس مجلس الزرائي خاف من الله كان حالهم للنيابة وقال النيابة أما تبريه ولا تقطه في السجن وتقوله رجع الأموال اللي استوليت عليها رجع الأموال اللي استوليت عليها إن كانوا صادقين في الإصلاح وأما بقضية المرء والمسموع اليوم حطونا غانون اسمه غانون المرء والمسموع كلكم شفتوه الغانون هذا حتى لما تعمل رتويت رتويت على تغريدة شخص أعجبك منه تغريدة انتقاد لأي مسؤول والله يحال النيابة ويقف على العمل ويروح قد ياخد حكم عقوبة وقد يفنج من عمل بسبب تغريدة انتقاد إن كانت هذه التغريدة في السب أو شتم أو بذ لا بأي هنا يأتي بحق الشخص أما إذا كانت انتقاد فلا يحق له وأما بخصوص قضية أخواننا البدون هذه القضية يا أخوان قضية إنسانية والكل منكم يمكن يعرف لشخص بدون البدون أخواننا وعاشوا معنا أكثر من خمسين عام حطوا لهم لجنة وسموها اللجنة المركزية للبدون واللجنة هذه والله ما تعني لي شيء نهائيا لا يخافون الله عز وجل من رئيس اللجنة لصر موظف ظلموا بهذه الفئة بشيء لا يطاق ولا يعقل يخرج لنا في مرة من مرات أنا شفت وتساب الصالح الفضالة أو ما يسمى بالفضالة شون يقول فيه يقول والله أنا فلترت الملفات فلترك كاملة يعني انتهى من عمله يقول المستحقين للجنسية ما يعادل 30% و70% لا يستحقوا الجنسية طيب آمننا بالله جنة 30% إن كنت صادق ارفع فيهم تقريبا لرئيس مجلسة الزراء وللمسؤولين المختصين في هذا الشأن وخلي جنسونهم وال70% الغير مستحقين يقول لهم ما انتم مستحقين نضمن لكم حياة كريمة إن بقيتوا تبعدون معنا في الكويت وما بقيتوا تبعدون في الكويت هذا جواز غادلوا لأي بلد لا تفرض عليهم يقولون والله لا لازم تروح لراق ما لك شغل فيه انتم ما مات به خلي يطلع في منهم تجنس في بريطانيا في منهم تجنس في فرنسا ما يعني منهم راح للخليج هذول أخواننا ومسلمين يعاشوا معنا والله يا أخوان أربع شهور أربع شهور والله يحل في تكفر يقول ما استمرات بالبنك والسبب من بطاقة الأمنية منتهية يروح لللجنة يقولوا له ما نجد بطاقتك ألا تقطع بأنيك عراقي أطني جنسية أطني بطاقة أطني جواز أطني ما يثبتني عراقي أصولي عراقية صحيح أصولي عراقية صحيح ما استعار منها ولكن تقول لي أنا عراقي عراقي أمان أطني ما يجددونهم بطاقاتهم الراكب ما يستلمون وظايفهم 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 إذا كان في وزارة يقول إذا ما تجدد بطاقتك أيضا ترمف ترمفنشك عسكر في الجيش منهم حاملوا السلاح ودافعوا عن أرض الوطن هذا وضحوا بارواحهم والله يا أخوان هددوهم قالوا إذا ما تعدد وضعك أيضا انفنشك من عملك وطلعوهم جنسيات أرتيري وما أرتيري إلى آخره وهذا ظلم غير مغبول نسأل الله عز وجل نتنحل هذه المشكلة وأما بخصوص قضية البطالة البطالة موجودة اليوم لو واحد ديكم بروح الدول الخدمة المدنية يشوف عدد البطالة أعداد مهولة أعداد مهولة لا تعدوا لا تحصى من أبناء الكويتيين حاصلين على شهادات من مختلف الشهادات من ديكاترا ومن مهندسين ومن قانونيين إلى آخره ويفاجئون عندما يتم يجي دوره ينطر دوره في الديوان يفاجئ إذا كان مهندس والله يعينونه بالصحة يعينونه بالشؤون المفترض أن كل شخص درس وتعلم وجاب شهادة يعين على اختصاصه وياخذ الكادر مثله مثل الكادر في الوزارات الأخرى اليوم الكادر من وزارة إلى وزارة يختلف أنا مهندس وذاك مهندس هذا موزارات بغير وأنا موزارات بغير هذا ما في عدالة ولا في مساواة وأما بشأن قضية الترفيه الكويت في السابق يا أخوان الكويت في السابق يا أخوان والله كانوا جون من دول خليج يتمشون فيها ويتفسحون فيها بالذات بالصيف كان فيها حديقة حديقة الصباحية حديقة الشيع بالمدينة الترفيهية شاطر القيلة شاطر المسيلة وكانوا جون يتمشون فيها وكان فيها شريط الساحل البحر إلى آخره اليوم التجار سيطروا سيطرة كاملة على هذا المنظر السياحي حديقة الصباحية اغلقت المدينة الترفية اغلقت حديقة الشعب اغلقت الشواطئ البحرية سيطروا الشريط الساحلي كلها سيطروا عليه تبت اطلع انتوهلك تفسح الله لا يهينك اجر شاريا ب400 و500 دينار منين يجيب المواطن المواطن البسيط منين يجيب اسأل الله عز وجل لنتجي الحكومة تكون عندها نهج جديد صحيح ويتقوم بسرع وقت باسترجاع وترميم حديقة الصباحية ومشابهها واما بخصوص غرفة التجارة غرفة التجارة فيها موضوع مهم تيجيها ارادات لا تدخل ميزانية الدولة تيجي هذه الغرفة ارادات من جميع المواطنين اللي عندهم شركات ومؤسسات الدول لغرفة التجارة رسوم ما يعادل خمسة وخمسين دينار سنوي وهذه الرسوم ما تدخل ميزانية الدولة هل هذا يعقل يا اخوان وين تروح البوس هذه ومن اللي يستفيد منها وشين الخدمة اللي تقدم حتى هذا المبلغ له نرجو ان نعرف اين تذهب هذه الاموال واما بحقوق المرأة المرأة اليوم ما يعطونها راتب الا بعد عمر خمسة وخمسين سنة قاعدة في البيت الظروف شاءة انها عندها ظروف ما تقدر تتوظف شين مشكلة لو يعطيتها راتب بعد عمر خمسة واربعين سنة ما انتم قابلين بخمسة واربعين سنة خلواها خمسين سنة على قد وحتى المبلغ اللي يعطون اياه ما اني نعليهم بها بخمسمائة وثمانين دينار تقريبا شين مشكلة لو صار سبعمية دينار وايضا خواتنا الموظفات عندما يطعين قد بنع التقاعد تكون موظفة وراتب هزين لما تتقاعد تدرون التقاعد بكم يمكن بعدكم عند بنات تقاعد أو خوات تقاعد التقاعد وراتب ستمية وخمسين دينار ستمية وخمسين دينار كافي البنت الكويت التقاعد تفاجأ وراتب التقاعد لستمية وخمسين دينار يوم قصة السيارة مية وخمسين دينار الخدامة بمية دينار تحت ستمية وخمسين دينار شا تسوي له شباقي له من راتب وهنا موضوع ايضا مهم جدا وهو استقلال القضاء سلطة ثالثة في الدولة تتبع وزارة العدل في الشيء الإدارية والمالية وهو الأمر الذي يدفعنا للعمل على استقلال هذه السلطة وجعل تبعيتها المالية والإدارية إلى المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يتم التأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية حضورنا الكريم في هذه المواضيع والغضايا ووضع الحلول لها لا يسعه هذا الجمع الكريم والدقائق المحدودة من حضوركم المشرف واليوم طريق الإصلاح ليس حكرا على أحد فكل منا حريص كل الحرص على بلدنا ومصالحه وأنواله وحقوق شعبه الحبيب ورسالتنا لرئيس الحكومة القادم بأننا سنعاونك ونساعدك متما اتخذت الإصلاح طريقا ومسلكا لك وسننصحك ونوجهك متما رأيناك تكاد أن تنحرف عن هذا الطريق وسنحاسبك ونواجهك عند الانحراف والزلات فلن تكون هناك أي مجاملات على حساب وطننا الغالي وشعبه الكريم ورسالتي إلى الدائر الخامسة أقول لكم احسن الاختيار احسن الاختيار احسن الاختيار فأنتم من سيحدد المسار القادم وأنتم البداية لكل إصلاح وآخر قولنا فإننا نعاهد الله ثم نعاهدكم أن نكون صوتكم الحق مدافعا عن حقوقكم الدستورية والقانونية تحقيقا لمصالحكم ومصطحة الوطن العليا من خلال الرقابة والتشريع والله من وراء القصد والله على قصد السبيل وقبل أن أختم أسأل الله أن أكون قد وفقت بكلمتي أمامكم وأسأل الله عز وجل أن نلت شرف الثقة أن أكون عند حسن ظنكم وأسأل الله إن كان بها خير لي أن يأتي بها وإن كان بها شر لي أن يصرفها عني وأشكر كل من استقبلني في ديوانه وكل من ثنى عليه والتمس العذر لكل من لم يسعفن الوقت في زيارته في بيته وفي محله وفي الختام أقول لكم شكراً لكم على هذا الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته